وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأممي صاحب جوامع الكلمة من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأبهار والصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزد قلوبنا بعد إذ حديثنا وهب لنا من لذنك رحمة إنك أنت ذا ربنا إنك جامع الناس اليوم ما ويد فيه إن الله لا يطلب بعاد رعا فقد وصلنا في شرح العقيدة الوسطى سيد أبي عبد الله السنوسي رضي الله تعالى عنه بشرح العلامة الإمام السرقصلي عند تعريف المستحيل عندما قال رضي الله تعالى عنه لما فرغ من تعريف الواجب شرع يذكر في تعريف المستحيل فقال والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده كعروي الجرم مثلا عن الحركة والسكون فالمستحيل اسم فاعل من استحالة عقلا من الإحالة التي هي عدم قابلية الوجود إن جمعنا الإحالة عدم قابلية الوجود إنها أصلها الإحالة أو المحال بالنسبة لإسم الفاعل إنما المستحيل أنه فيه السين والتاء السين والتاء فيه للطلب وما معنى أن السين والتاء للطلب يعني قلب من المكلف أن يحيله يعني ما معنى أن يحيله يعني أن يجعله مستحيلا أو محالا وكيف يجعل المكلف المستحيل محالا وهو في نفسه محال يعني لا يقبل الوجود سواء وجد المكلف أم لم يوجد يعني طلب المكلف أن يحيله وهو محال هذا تحصيل حاصل يعني كيف أنا أحيل المحال يعني أجعل هذه أسوأ حاجة في العلم هذه الأمور هذه في الجامعات والمعاهد صعبة جدا لا يضبطها إلا الغربيون لا يمكن تسمع في الغرب الصفار ولا وجيبين هندسة أصوات بطريقة عجيبة يعني يجسمون الصوت آخر واحد يسمع كالذي بجواره لكن عندنا هنا يدخل الشيخ في المحاضرة يبدأ الصفير وإما الصوت مكتوم لا يخرج أو السلك مكتوم أو في مشكلة في البطارية فيجلس الشيخ نصف ساعة في تصليح الصوتيات فينتهي صوته فإذا تم الإصلاح أصبح الشيخ نفسه هو الذي يحتاج إلى هذه مشكلة عجيبة فأنا مش عارف كيف لا نهتم بأمور بسيطة يعني ممكن بعض الشيخ إذا حصل إزعاج في مثل هذا الأمر لا يستطيع أن يشرح يغلق عليه فإذا رأى الصوتيات جميلة ومعدة مسبقا يعني يتكلم لا يحصل له الإنقباض أو الصد فهذا يعني معنائه أنكم تستعدوا للدرس قبل وقوعه في شتى الأمور ما يتعلق بالمكان والزمان والصوت والصورة إلى غير ذلك أما أن يترك إلى أن يبدأ الدرس فإنا لله إنا إليه راجعة هل وصلت الرسالة أم لا طبعا لا واحد يقرأ أظن كمن ليس يوجد أحد يستعد للقراءة كل مرة نقول واحد يقرأ فهذا ينظر إلى هذا وهذا ينهز مشكلة أخرى فيصد الشيخ مرة أخرى صدود بعد صدود سيدا رحمة الله والمستحيل إذ مفاعل من استحالة عقلا من الإحالة التي هي عن المقار بلية الوجود وانت بتقرأ حرف حرف ولا كلمة كلمة كيف تكون عدم قاء وتسكت بلية الوجود لازم الجملة يكون فيها مسند إليه وفيها مسند عشان الفائدة تحصل كلام العرب كذا لفظ مفيد فإذا لم تكن هناك إفادة فلا تسكت والمستحيل والمستحيل بسم المفاعل من استحالة عقلا من الإحالة نحن قلنا الآن الإحالة معناها عدم قابلية الوجود يعني المستحيل لا يقبل الوجود أبدا بأي حال من الأحوال وهذا هو معنى أنه محال يعني محال وجوده ما فائدة السين والتاء السين والتاء فيها أقوال السين والتاء هنا بيقوله للطلب ما معنى للطلب يعني قلب من من الطلب الشارع من المكلف أن يحيله كيف يحيل المكلف المحال وهو محال لو كان معنى أن يحيله يعني أن يجعله محالا فهذا خطأ ليه لأنه هو في نفسه محال فلو أنت جعلته محالا يعني هو لم يكن في نفسه محال إذن إذن فكان ممكنا وهذا معنى انقلاب الحقائق الممكن أنت جعلته مستحيلا إذن فأنت قادر على أن تجعل المحال ممكنا وأن تجعل الواجب جائزا وهذه أحكام العقل يعني التي يحكم بها العقل يبقى إذن الواجب هو في نفسه واجب سواء وجد عقل أو وجد عاقل أو لم يوجد والمحال كذلك يعني لا تتصور أن الإنسان هو الذي يحكم على هذه الأشياء وإنما هو يكتشف بعقله يكتشفها وهي في ذاتها هي هي حتى لو لم يوجد مكلف يعني المحال لا يقبل الوجود حتى ولو لم يكن هناك مكلفون أو كان والواجب لا يقبل العدم سواء كان هناك مكلف أو لم يكن أو كان هناك عقل أو لم يكن والجائز هو الجائز فلا تتعلق قدرة الإنسان ولا فعل المكلف بهذه الأمور حتى القدرة الإلهية لا تتعلق الله تعالى لم يجعل المستحيل محالا لأنه هو في نفسه في ذاته محال لا تتعلق به القدرة ولو تعلقت به القدرة لكان ممكنا والقدرة لا تتعلق بالواجب الله تعالى لم يجعل الواجب واجبا ولو جعل الواجب واجبا لكان الواجب ممكنا فالقدرة لا تتعلق بالواجب ولا تتعلق بالمستهل واضح ولا لسه أما الماء معنى السين والتاء للطلب يعني طلب الشارع من المكلف أن يحيله يعني أن يعتقد إحالته إذن فالمطلوب من المكلف هو اعتقاد أنه مستحيل يبقى إذن السين والتاء للطلب يعني لطلب اعتقاده وليس لطلب إحالته ولكن الشيخ الأمير في الحاشية قال إن جعلها أي السين والتاء للطلب ضعيف فإن هذا اسم له يعني هو اسم كده المستحيل وليست السين والتاء للطلب يعني إذا طلب منك أن تعتقد إحالته حيسمه مستحيل طب إذا لم يطلب يبقى نفرد نحذف الإيه السين والتاء فهو يقول هذا اسمه بقطع النظر عن الطلب بل وكيل بل وقبل ورود الشرع لأنه من الأمور العقلية ثم قال والظاهر الشيخ الأمير أنهما زائدتان يعني السين والتاء مجرد زيادة وأن الاستحالة هي الإحالة كما يفيده من القاموس وفي أقوال أخرى أنه السين والتاء للعد وليس للطلب يعني المستحيل هذا أمر كل يندرج فيه جزئيات كثيرة فنعدها من الأمور المحالة عقلا يبقى السين والتاء للعد أو هناك رأي آخر أن السين والتاء للنسبة أو للطلب أقوال كثيرة لكن الشيخ بيقول الإحالة هي الاستحالة نعم والسين والتاء فيه للطلب أي طلب الشارعين المكلفين نفي الشريك عن البالي أنت اسمه والواو فيه يسه أن تكون عاطفة ويسه أن تكون للاستئناف يعني والمستحيل أن حيعطف لقوله الواجب والمستحيل والجائب ينفع أن تكون الواو عاطفة على ما قبلها ويصح أن تكون للاستئناف يعني لقد عرفنا الواجب والجائب والآن نعرف لنستأنف الكلام فنعرف مين المستحيل وما أي مفهوم يعني المستحيل مفهوم يعني أمر مفهوم أو مذكور أو ممتنع بقرينة مقابلته بالواجب إذن ما ذي اللي النكر الموصوفة يصح أن تكون بمعنى مفهوم يمكن نحذف كلمة ما والمستحيل ما لا فنقول المستحيل مفهوم لا يتصور أو مذكور أو ممتنع يجوز كل هذا نجعله تفسيرا لماء بقرينة مقابلته بالواجب وهي بمنزلة الجنس يعني ما ليفسرت بمفهوم أو مذكور أو ممتنع بمنزلة الجنس يعني في الحد أو في التعريف يعني مثلا ما نعرف الإنسان ونقول الإنسان حيوان ناطق فما ذي بمنزلة كلمة حيوان يعني لو قلنا الإنسان ما ناطق يعني شيء ناطق أو معلوم ناطق أو مفهوم ناطق يقول كأن هنا جنس أما هنا في تعريف المستحيل بمنزلة الجنس خلاص ليه طب هنا قلنا بمنزلة الجنس ولم نقل جنس يعني إيه الفرق بين هي جنس وهي بمنزلة الجنس بمنزلة الجنس يعني هي ليس جنسا ما في جنس بس أنزلناها مكان أو وضعناها موضع الجنس في التعريف كيف تفهم هذا الله إذا لم يكن هناك فهم لا أستطيع أن أتكلم مع يعني قل كون حيارة أو حديدة الذي كن فيه أو قول قول ولو خط بس أشعر أن في حياة صم وكذا يعني هو بيقول هنا ما بمنزلة الجنس طب لما يقول الإنسان حيوان ناطق أقول حيوان ده جنس وناطق فصل هل أقول حيوان بمنزلة الجنس أو أقول جنس طب لماذا هنا قال بمنزلة الجنس ما هو ليس جنس عشان كنا قال بمنزلة طب ما الفرق ما هو جنس وما هو بمنزلة الجنس لماذا لماذا لا تكون ما جنس خلاص لا يسألك سؤال مباشر أصبح نقول لماذا لم يقل جنس هل يقول ليس جنس الله لماذا قال جنس في الإنسان ولم يقل بمنزلة الجنس هل يقول ليس بمنزلة الجنس والسلوب لا تنفع في التعارف يقول لك من هذا تقول لي من هذا من هذا هذا اسمي غمري فأنا أقول لك من هذا تروح تقول لي ليس خيري هل هذا عرفت كده من هذا تقول ليس من الملائكة من هذا ليس من الجن لا ينفع السلوب في التعريف أقول لك ما هذا تقول لي ليس عصيرا أقول لك ما هذا فليس عصيرا وليس فاكهة وليس شرابا وليس ماء ما هذا ماء 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 أنا ما تكلمت في مستحيل ماء فبيقول هي 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 مش هو هي بمنزلة الجنس لماذا لا تكون جنس هاي وهذا يشمل جميع أفراد أيضا خلاص أحزفها خالص مش مقرر لي احنا لقلنا المستحيل عقوله ما لا هيقع في الجوار هاي عارف لأن هنا ليست حدود حقيقية وإنما هي رسالة مش حد حقيقي لأن الجنس والفصل يتركب فيهم تركيب أما هنا ما فيش تركيب والتركيب يكون في في الجوهر أو في الأجسام أو في الأشياء المحسوسة فيها تركيب فنقول الإنسان حيوان ناطق فمركب من الحيوانية والناطقية أو يتركب من الجسمية أو من جسم نام حساس أو جسم مطلق حتى نقول أعلى الأجناس هو الجوهر ولذلك كان الجوهر هو أصل المركبات فهنا ما فيش تركيب زي ما نقول السكنجبين ده مركب من الخل والسكر أو الخل والماء في تركيب هنا ما فيش تركيب فأنزل الشيء المعنوي منزلة الشيء المحسوس فليس هناك جنس لأنه ليس هناك تركيب فليهذا قال بمنزلة الجنس ولم يقل هي جنس أفهم ألس فضل هذه تعريف لفظية ليست حدود حقيقية الحد الحقيقي لازم يكون فيه جنس قريب وفصل قريب هذه الحدود الحقيقية وما أي مفهوم أو منكون أو ممتنع لقرينة مقابلته بالواجب ويد منزل الجنس فيشمل الممتنع بالغير وما بعلمه من منزل الفصل مخرج له يعني ما يقول ما أي يشرح لنا ما يسموها نكر موصوفة مفهوم يعني ما يفهم منه أو مذكور يعني عندما يذكر يكون تعريفه كذا أو ممتنع لماذا قال ممتنع بقرينة مقابلته بالواجب لأن الواجب ليس ممتنعا بل حاصلا وهي ليماء بمنزلة الجنس فيشمل الممتنع بالغير هي معنى الممتنع بالغير يعني المستحيل فيه نوعان فيه مستحيل ذاتي إلا هو ممتنع بنفسه وفيه مستحيل عرضي يعني هو في أصله ممكن ولكن تعلق علم الله تعالى بعدم وجوده فهو في ذاته ممكن ولكن نظرا لتعلق العلم بعدم وجوده صار مستحيلا لكن لكنه مستحيل يعني ممتنع لكنه ممتنع بالغير وليس ممتنع بنفسه مثل كإيمان أبي لهب جائز يمكن أن يؤمن ولكن صار إيمان أبي لهب مستحيلا لتعلق العلم بعدم وقوعه أو لتعلق العلم بضده فإن العلم الإلهي تعلق بكفره لا بإيمان وأنزل الله تعالى فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة تبت يدا أبي لهب وتب إذن فلا يمكن أن يؤمن ولكن هل إيمانه مستحيل نعم مستحيل عرضي وليس مستحيلا ذاتي وضح ولا نافية يتصور أي لا ينره ولذلك بعض جعله مشكلة كبيرة قضية إيمان من أبي لهب فقال هل هو مكلف هل مكلف بالإيمان لو كان مكلفا بالإيمان لاجتمع متناقضان أنه أنه كلف بأن يؤمن أنه لا يؤمن وهذا هو الموجود في القرآن في يكلف بأن يؤمن بأن لا يؤمن فهذا جمع بين متناقضان متناقضان وذلك مثلوا لهذا الأمر بإيمان مين بإيمان أبي الله يعني بعد أن نذر قوله تعالى سيصل نارا ذات لاب معنى هذا أن أبا لها لا يمكن أن يؤمن ولو آمن لصار القرآن الكريم كذبا إذن فلا يمكن أن يتخلف ما أخبر الله تعالى به ولهذا كان يدعى إلى الإيمان قبل نزوله هذه الصورة أما بعد نزولها فلا داعي لدعوته إلى الإيمان يعني لا يصلح لأحد أن يدعوه بعد ذلك واضح ولسه واضح ولنا فضل يتصور أي لا يدركوا والإدراكوا ونصول الشيء إلى المنظم إذا كانت ما بمنزلة الجنس واضح يبقى إذن طالما هناك ما هو بمنزلة الجنس أين ما هو بمنزلة الفصل ولذلك قال وما بعدهما بمنزلة الفصل يعني قلوا المستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده يبقى ما بعد ما هو بمنزلة الفصل ولا لا لا يتصور يعني يدرك والإدراك وصول الشيء إلى المعنى بتمامه يعني متى تقول أدركت إذا وصلت إلى جزء المعنى لا لم تدرك نصف المعنى لا لابد أن تصل إلى المعنى به كما قال تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون الإدراك أن تصل إلى المعنى بتمامه في العقل على ما هو الظاهر من بناء يتصور للمجهول نقول في الدرس الماضي إما أن تقرأ بالبناء للمجهول وإما أن تقرأ بالبناء للمعلوم كما في تعريف له الواجب فنقول ما لا يتصور ويكون يتصور ما لا يتصور في العقل عدمه الواجب أما المستحير سنقول ما لا يتصور في العقل وجوده فتكون يتصور يعني يمكن إذا أقول أد البناء لليه للمعلوم وإذا قرأت بالبناء للمجهول يبقى يتصور يعني يدرك أو يقبل واضح لها وجهان في القراءة وهذا صحيح وهذا صحيح أن تقرأ بالبناء للمعلوم فتكون ماذا يتصور في العقل عدم لا يمكن يعني تشيل كلمة يتصور وتجعل مكان يمكن يعني لا يمكن أما يتصور يعني لا يدرك العقل هذا لا يصل إليه لا يقبل لا يسلم به لأنه شرحنا وقلنا التصور ليس بمعنى حصول الصورة في الزهن لأن هذا يمكن حصوله على سبيل الافتراض مثلا إنما على أنه يصدق بوقوعه أو يقبل ذلك لا يعني أنا مثلا أقول في الجامع بين الضدين ممكن أدرك هذه الصورة في الزهن ضدان زي البياض والسواد فأتعقلها في الزهن بياض وسواد معا لكن لا أصدق بوجود ذلك في الخارج أو في الواقع هذا هو معنى لا يتصور بالبناء للمجهول أما بالبناء للمعلوم يبقى معناها لا يمكن ولذلك أنا بيقول إيه على ما هو الظاهر من بناء يتصور للمجهول أو لا يمكن وجوده أي ثبوته على أنه مبني للمعلوم ما هو الذي يبنى للمعلوم أو يبنى للمجهول هو يتصور وإه يتصور وضمير في وجوده يرجع إلى ما باعتبار لما صدق للمفهوم التهني كما يتباده إلى صهم معض الطلبة النقل آه يعني عشان كده شرحنا الآن المفهوم الذهني ما ينفعش رجوع الضمير إليه لأنه يمكن في الذهن أن يتصور زي تخيل يعني إنما إنما يرجع وأتصور لها كيان في الذهن أتخيل مثلا زوجة أو شريك لله ولكن عندما أنظر إلى الوجود الخارج لا أجد إلا الإله وحده لا شريك له ولا والد ولا ولد ولا معين ولا وزير إلى غير ذلك نعم قول المولى سعد الدين وسعد الدين من التفتزان في حاشية العضب العضب من الإيجي ما نصه وحاصل معنى قولنا اجتماع النقضين ممتنع أن المعنى الحاصل في الذهن من هذا اللفظ ممتنع أن يوجد في الخارج فرد يطابقه شوف كده هو في الذهن تحصل الصورة فليست ممتنعة ذهن لكن هل يوجد في الفرد في الخارج فرد يطابقه لا انتهى كلامه رحمه الله جاء بكلام سعد الدين التفتزان عن العضب أو في حاشية العضب ليفسر لك ما قلنا ولما كان المستحيل ولما كان المستحيل ينقسم إلى قسمين كما نقسم الواجب إلى كما ضروري ونظري وأن ضروري ما يدركه العقل بلا تأمل أشار إليه ممثلا له بقوله يعني المستحيل ينقسم إلى قسمين زي الواجب وزي الجائز أيضا ضروري ونظري فتكون الأقسام كام ستة والضروري ما يدركه العقل بلا تأمل أما النظر هو ما يحتاج إلى إيه إلى تأمل أشار إليه ممثلا له بقوله كعرو الجرم مثلا عن الحركة والسكون يعني عرو يعني تجرده عنهما بحيث لا يتصف بواحد منهما يعني لا يكون الجرم ساكنا ولا متحركا هذا مثال للمستحيل فإنه لا يخفى أن الحكم باستحالة هذا العرو ضروري للعقل إذ الجرم معناه الذي له حيز أي قدر من الفراغ فهو إما أن يثبت فيه فيكون يعني الجرم يثبت في الحيز فيكون ساكنا أو ينتقل عنه فيكون متحركا أن الحركة عن النقلة فلا يتحرك إذا كان ثابتا أما إذا انتقل يعني مثلا هذا الشيء هنا ولم يتحرك أو لم ينتقل ثابت فهذا إيه ساكت انتقل إلى حيز آخر هنا يبقى أصبح متحرك والحركة الوحدة تحتاج إلى ستة أمور ستة شف كذا أول حاجة منه ما منه الحركة من إلى أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى هذه حركة نقلة أي حركة عن نقلة من يبقى لابدكم في من وإيه وإلى ومقام دولة اتنين البداية والنهاية بعد كده ما فيه الحركة فيه يعني المكان الذي فيه الحركة والزمان بهذه أربعة فيه بقى ظرف الزمان وظرف ايه بعد كده ما به الحركة بعد كده ما له الحركة يبقى كل حركة تحتاج إلى ستة ايه أمور أو ستة أشياء ولذلك عرفوا ايه السكون بايه بأنه كونان كونان في آنين في مكان واحد ده ايه ده السكون طب والحركة كونان في آنين في مكانين أو هناك تعريف آخر السكون هو ايه الحصول الثاني في المكان الأول طب الحركة الحصول الأول في المكان الثاني فلاص وفوم يحتاج إلى ترجمة كم كعروي الجرم مثلا للحركة والسكون ايه عروي يعني خلو أو تجرده يعني هل الجرم يوصف بأنه لا متحرك ولا ساكن ها هذا مستحيل فإنه لا يخفى أن الحكم باستحالة هذا العرو ضروري للعقل إذ الجرم معناه الذي له حيذ أي قدر من الفراغ فهو إما أن يثبت فيه فيكون سأكنا أو ينتقل عنه فيكون متحركا وكونه لا يثبت في حيذ ولا ينتقل عنه مستحيل ضرورة وهذا معنى قولهم الحركة كونان في آنين في مكانين والسكون كونان في آنين في مكان واحد وعلى كل من التفسيرين لا يكون الجرم في أول حدوثه متحركا ولا ساكنا فعرفهم يعني الشيخ هنا عاوز يقول لنا في تعريفين للحركة وإيه هو السكون مش كده ايه ايه التعريف اللي احنا قلنا هذا كوناني ها في آنين في مكان كده لازم يكون كونان يعني حصولان في آنين يعني في زمنين في مكانين كده وقا ايه حرك ده والسكون كونان يعني حصولين في آنين يعني في ايه ها في زمنين لكن المكان واحد لأنه لو كان مكان تاني حيبقى حرك يعني لأنه طالما في مكان آخر يعني في نقلة لما لو كان المكان الأول كما هو يبقى ما فيش نقلة ما فيش حرك يبقى اذا كيف تكون السكون كونان يعني 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 وجودان آنين يعني زمنين زمن أول زمن الثاني بناء على التعريف الجرم أول ما خلقه الله تعالى لسه ما حصلش الزمن الثاني وقال لك في آنين لسه في أول آن وفي أول كون يعني في أول حصول يبقى بالنسبة لهذا الجرم عند أول حدوثه لا متحرك ولا سهل بناء على التعريف كونان لسه في الكون الأول ما تقوله في آنين لسه في آن وجود لسه بيخلق في أول خلقه فلا يوصف بأنه متحرك ولا ساكن ولكن هذا في أول حدوثه أما بعد تقرره وبعد وجوده يستحيل أن يخلو من الحركة والسقو فرب فربما واحد يعني يقولك الجرم في أول حدوث لا متحرك ولا ساكن يقول أنت ما تقوله مستحيل مستحيل مش كده يقوله هو مستحيل ولكن بعد وجوده وتقرره لا أثناء وجوده والمستحيل النظر هو ما يدركه العقل بعد التأمل ككون الذات العلية جرما تعالت فإن استحالة كون الذات العلية جرما تعالت لا يدرك إلا بعد النظر والتأمل ثم عرف الجائز فقال والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه كموت الواحد منا اليوم أو غدا ولما يموت اليوم أحسن يلا عقرح ولما فرق من تعريف المستحيل شرع في تعريف الجائز فقال والجائز إذ مفاعل من جاذ أذره إذا أمكن هو بحمزة مخففة مبدلة من وو إذ أصل ماضيه جوذا لأنه من الجواز وتقرر في التصريف إبدال الحمزة من الواوي من اليائف صعيد مما مُعِلَّ عين يعني الجائز أصل جازة جازة والمضارع يجوز خلاص كده وهو بهمزة مخففة مبدلة عن الواو يعني أصلها جاوز خلاص إذ أصل ماضيه يعني الماضي فين الماضي الجائز اسمه الماضي جازة زي قال فعل ماضي لكن أصلها قولا كيف عرفنا أن أصلها الواو هات المصدر قال قولا أو تقول قال يقول مضارع أيضا كل الألفات هذه أصلها واو إنما الألف بتاعت رمى أصلها ياء رمى رميت خلاص باع يبيع أصل الألف ده إياه خاف أصل الألف واو لأن المصدر الخوف ولا تقول الخيف الخوف واضح يبقى كلمة جائز أصلها جوزا تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا على ظوك في علم الصرف أي واو تتحرك وقبلها فتح يبقى تنقلب أوتوماتيك من غير ما حد يقلبها واحد من نفسها أي واو متحرك وقبلها فتح يألف عن مباشرة أوتوماتيك جازا جوزا لأنه من الجواز وتقرر في التصريف إبدال الهمزة من الواو يعني الواو نبدلها همزة ونبدل الياء همزة والعكس خلاص ومن الياء في الفاعل مما أعل عينا لأن العين أصلا لما يقول جا وزا جا وزا على وزن فا ع لا فين الحرف العلة اللي هو العين أعل عينا يعني العين هي حرف العلة العين اللي هي في الميزان قال أه ق و لا برضو قال نفس الحكاية أعل عينا ومعنى أعل عن حرف عل ما بمنزلة الجنس ونفس التعرف واقع على مفهوم أو معلوم أو مذكور والآن بغي أن تكون على شيء لأن الشيء في اصطلاح المتكلمين هو الموجود يعني نقول هي واقع على معلوم أن المعلوم ممكن يكون موجود وممكن يكون مفهوم أو مذكور وليس موجودا لأن شيء لا تطلق في اصطلاح المتكلمين إلا على الموجود وعندنا الشيء هو الموجود أما في اللغة ينفع تطلق الشيء على الموجود وعلى غير الموجود يعني مثلا لغة في قولي تعالى إن الله على كل شيء من فحش على كل موجود لأن الموجود لا تتعلق به القدرة على كل شيء قدر يعني على كل ممكن لا مثلا ولا تقولن لشيء هنا المعنى اللغوي لا يصلح أن تقول هنا لشيء إني فاعل ذلك غدا لا يصلح أن تكون شيء يعني معناها الموجود لأنه لسه لم إن ذلك غدا غدا لم يكن ليس له وجود عندما تقول له لا تقولن لشيء يعني يعني مثلا أقول لك غدا سنشتري سرير لأنام عليه حتقول لي أين تضع هذا السرير أقول لك هنا ونحن مشتركان في الغرفة وأنت تقول لا لأنك تريد أن تأتي بسرير آخر تضعه في نفس المكان أو في نفس الحيث فيحصل مشاجرة أنت ترفض تقول لابد عندما أشتري السرير غدا أن أضع هنا وأنت تقول له لا يستحيل لأني أنا الذي أضع السرير هنا فيحصل صراع ونزاع وربما قتال على شيء ليس موجودا أو لم يوجد بعد ينتنازع المفروض عقلا أن ننتظر حتى يأتي السرير ثم لأنه ممكن أنا غدا أموت لا أذهب إلى السوق ولا ولا أشتري السرير أصلا فما الداعي أن تخلق مشكلة ليست موجودة انتظر ربما هو يموت أو أنت تموت أو تذهب إلى السوق فلا تجد سريرا يبقى الشيء في اللغة يطلق على الموجود وعلى المعدوم وعلى المقدر ذهنا وعلى الممكن وعلى المعلوم على ستة زي ما قال سبوية أما في اصطلاح المتكلمين الشيء هو الموجود فغير الموجود لا يقال له شيء يعني لا يقال للمعدوم شيء بخلاف المعتزلة يقولون بشيئية المعدوم والمعتزلة مساكين سامحهم الله قالوا المعدوم شيء المعدوم الممكن الممكن المعدوم عند المعتزلة شيء لماذا قالوا لأن الله تعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فسماه شيئا قبل أن يكون أن يقول له كن فيكون جساعة أنه كائن هل وجد ولا لا لم يوجد ومع ذلك قال إنما أمره إذا أراد شيئا فالقرآن فالقرآن سماه شيء وأنت يا شاعرة لا تؤمنون بالقرآن قل لهم نحن نؤمن بالقرآن ونفهمه وأنتم تؤمنون ولا تفهمون قال أهل التحقيق هذا ليس خطابا حقيقيا يعني إذا أراد الله أن يوجد شيئا لا يقول له كن لأنه إذا أراد الله شيئا وتعلقت به القدرة يوجد من غير كن وإنما كن معناها تمثيل لسرعة الإيجاد وليس هناك كلام أو خطاب حقيقة للإجماع على أن الكلام ليس من صفات التأثير صفات التأثير التي توجد وتعدم هي القدرة وليس ليه يعني إذا أراد الله شيئا وتعلقت به قدرته فيوجد الله الأشياء بالقدرة لا بالكلام إذن فلا توجد كن في الحقيقة ما فيش حاجة في الحقيقة كن ما فيش كاف نون ده تنثيل يعني كأن الله تعالى يقول لك إذا أراد شيئا يوجده بسرعة كأنه قال له كن فيكون في أسرع من كذا وهذا ما عبرت عنه آية أخرى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر لمح أسرع كمان من من كن وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر هل هناك كن حقيقة لا للإجماع على أن الكلام ليس صفة التأثير وإنما التأثير للإيه للقدرة والإرادة الإرادة تخصيص والكلام تأثير ومن هنا نعلم أن الخطباء لم يأتي يخطوا يوم الجمعة يقول لك لا تخضعن لمخلوق على طمع وسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف وأن نقول لها لا في كاف ولا في دون هذا مجاز ما نحن نسكين التيار السلفي الغاشم أثر على الناس فلم يفهموا المجاز نعم هذا كل محصل معهم أهم خير أم قوم تبع يعني لا السلفي يفهمون أنه فيه قطاب حقيقة المعتزل كل مشكلتهم في تسمية الممكن المعدوم شيئا ونحن نقول أنه لا يتقرر له الشيئية إلا بعد وجوده وأما ما استدل به المعتزلة فليس تحته طائل ليه لأننا قلنا أنه اللي يقول لك فإن رزقك بين الكافي والنون كده هذا إيه تنثيل لسرعة إيجاد الله للأشياء ولذلك كم من الآية حتى القرآن مش حفظينه أنا لم أسمع شيئا ما سمعت لا قرآن ولا إنجيل إلا مثل عيسى ثم قال له هل قال الله تعالى لآدم كن هل قال الله تعالى لسيدنا إيجاد كن فين فحملته فانتبذت به مكانا خصيا فكن فكان فأجاء المخاطن من فين كن وفين كن في آدم خلقه من تراب هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور فكلام أهل التحقيق وأهل العلم يقول لك ده بيمثل لك ربنا عشان تفهم سرعة إيجاده فمر يقول لك يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن يعني كمثل أحدكم إذا قال كن وفي آية أخرى جاب المثال واضح قال إيه إلا واحدة كا كا هنا تشبيه كلم حم بالبصر لسه ما زلتم برضو مكرين أو يعني مصممين على الرأي إن هو في كن في خطاب حقيقة رسا مصممين على كده إيه دخل التأكيد التأكيد لسرعة الإيجاد والتمثيل وليس التأكيد لكون إنك مرؤ فيك سلفية فيفرض أن المعدوم لا يتصف بالإمكان والجائد قد يكون معلوما ويتصف بالإمكان الذي هو الجواز نعم الشيء لغة يتقع الموجود والمعدوم ما هو لو كانت آخر كلمة لو كانت كن لها دخل في التأثير أو في الإيجاد لا يوجد شيء في الكائنات إلا بها فخلق الله السماوات والأرض والجبال والشجر والحجر وما قال لشيء من ذلك صح فقال لها والأرض اتيا مش مش كونا بعد أن وجدتا واضح أو مش واضح أظن هذا هو الكلام الصحيح مش حين يقول القدرة تتعلق بالإيجاد والإيجاد يتأتى به إيجاد الممكن وإيه طب هل يقال هذا في تعريف الكلام هل الكلام يتأتى به إيجاد الممكن لو كان الأمر متوقف على لكان تعريف الكلام هكذا صفة يتأتى ولم يقل به أحد من العالمين أنت موافق لا بالحمد والمعان قال تعالى إنما خولنا بالشيء إذا أردنا وأن نقول لكم في يكون يصح يعني شح يشح ما نقول يشح أو يصح يصح وعبر بالصحة في الجاهز دون التصور يعني لماذا لم يقل والجائز ما يتصور في العقل وجوده وعدمه ألم يقل هذا في الواجب وقاله في المستحيل لماذا جاء عند الجائز وغير كلمة إيه ليه نحق إيه يا صح يعني عبر إيه عبر به بالصحة دون ايه دون التصور لأن التصور يطلق على الأقسام الثلاثة والصحة خاصة بالجائز والواجب شفت كده يعني النكتة النكتة في التعبير بالصحة الإشارة إلى أن المراد هو ما هو المتبادر إلى الفهم منها وهو مجرد إمكان تصور وجوده وعدمه في العقل وإن لم يوجد ذلك التصور فيه بالفعل يعني لماذا قال يا صح لأنه يريد بكلمة يا صح مجرد إمكان وجوده إمكان تصور وجوده وعدمه في العقل وإن لم يوجد ذلك التصور فيه بالفعل يعني يمكن العقل يتصور كده يا صح آه صح سواء وجد هذا التصور أو لم يوجد فلأجل هذا غير في الجائز كلمة يتصور لأنه هو عاوز يقول لك إذا تصور وجوده يبقى ذا الواجب وإذا تصور عدمه يبقى ذا فهو عاوز يمكن كده ويمكن كده لا يريد أن يقع التصور بالفعل وإنما هل يمكن أن يقع يمكن فالأجل هذا قال يصح ولم يقل إيه لأن التصور معناه حصول الصورة فهو يقول لك يمكن تحصل يعني هل يصح هل ينفع كلمة تصح هل ينفع ينفع يعني ينفع كده وينفع كده ولأجل هذا عبر بيه ليصح دون ايه دون التصور ليه لأن التصور يطلق على الأقسام الثلاثة والصحة خاصة للجائز والواجب فتقول في ذلك كل ما يصح كذا شوف العبارة الدقيقة كل ما يصح يتصور كالواجب والجائز وليس كل ما يتصور يصح فالمستحيل يتصور ولا يصح والجائز والواجب يتصور ويصح فكل ما يصح هه وليس العكس وليس كل ما يتصور يصح فالمستحيل يتصور كده والواجب يتصور والجائز يتصور إلا أن المستحيل لا يصح يعني يتصور ولا ولا يصح يبقى كده كل ما يصح يتصور وليس العكس فإنه يتصور في الذين ولا صح في العقل المتبادر منه تعلقه بيصح وقيد الصحة بالعقل يدخل نحو تعذيب المطيع ولو ملكا يعني لماذا قال يصح في العقل لماذا قيد بالعقل عشان يدخل الجائز العقلي أصلا فيه جائز شرعي وفيه جائز عقلي الجائز العقلي زي تعذيب المطيع ولو ملكا يعني يجوز الله تعالى أن يعذب المطيع ولو كان ملكا أو ما هو أفضل منه يعني النبي الأنبياء لأن الأفضل من الملائكة الأنبياء في معتقد أهل السنة فيجوز تعذيب الأنبياء عقلا ولكنه لا يجوز شرعا ولأجل هذا قال عقلا يعني في العقل جائز يعني لو عذب الله تعالى كما جاء في حديث ابن عباس أهل السماوات وأهل الأرض جميعا لعذبهم وهو غير ظالم لأنه لأنه يتصرف في غير ملكه والظلم هو التصرف في ملك الغير فلو أن الله تعالى أدخل الإنس والجن والملائك والأنبياء النار لم يكن ظالما لأنه معتد على ملك غيره ولكنه تصرف في ملكه والمتصرف في ملكه لا يسأل عما يفعل يعني أنا الآن هذا كتاب أتصرف فيه كيف أحذف الصدر وأشيل الصفح وأقضع الورق واتب اسمي واتب رقم التلفون هل تقول لي تسأل لماذا تفعل إنما إذا أنا فعلت ذلك في كتاب تقوم الساعة ليه لأنني تصرفت في في ملك غيري مفهوم وليش مفهوم يبقى إذن سؤال هنا برضو قهم هل يتصور أن يكون الله تعالى ظالما جرينا جرينا على هذا التعريف أن الظلم هو التصرف في ملك الغير إذن فلا يمكن أن يتصور الحق تعالى ظالما لأنه ليس هناك غير حتى يتصرف في ملك كيف يتصور الظلم في حق الله يبقى محال محال أن يظلم ليه لأن الظلم هو الاعتداء أو التصرف في ملك الغير والله تعالى لا غير معه والملك كله له والخلق خلقه والأمر أمر إذن فلا يمكن أن يتصور أن يكون الله تعالى ظالما هذا رأي ولكن هذا ليس رأي أهل السنة رأي غير أهل السنة هو صحيح عقلا هل هناك غير مع الله ولكن أهل السنة قالوا لا الظلم له تفسير آخر ومناء على التفسير الآخر ممكن يتصور الظلم في حقه تعالى ما هو الظلم قالوا وضع الشيء في غير موضعه يعني مثلا تعذيب الإنسان على ذنب غيره لو أنا مثلا أذنب ابني أو أخي أو جاري وأنا أعذب مكانه هذا يمكن أو لا يمكن يمكن يعني يمكن أن يفعل الله تعالى ذلك أن يعذبنا بالذنوب غيرنا ففي هذه الحالة يكون ظالما ويتصور الظلم في حقه تعالى ومن أجل أن الظلم يمكن أن يقع يمكن عقلا وليس شرعا أن يقع من الله تعالى حرمه على نفسه فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسه ولو لم يكن الظلم متصورا ولو كان محالا فكيف يحرمه على نفسه هل يحرم على نفسه المحال هو لا يقع أصلا فما الذي يحرم هو الذي يمكن وقوعه فأنت مثلا تمدح نفسك وتقول مثلا أنا لا أصعد إلى السماء متى يكون هذا إذا كان في مقدورك إذا كان في مقدورك فالله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى لكن كان يمكن ربنا يحاسبنا على أوزارنا وأوزار غيرنا والله تعالى تنزه عن الظلم وقال وما كان الله ليظلمهم وفي دليل آخر على أن الظلم يمكن أن يقع منه تعالى لأنه علقه على الإرادة فقال تعالى وما الله يريد ظلما للعالمين فظالم علق على الإرادة فهو ممكن يعني يمكن أن يفعله ولكنه لا يفعله لأنه تنزه عن ذلك بل وحرمه على نفسه ولو كان محالا فلا معنى لتحريم إذن هناك تفسيرين للظلم إذا فسرنا الظلم بأنه التصرف في ملك الغير هذا مستحيل أما إذا فسرناه بأنه وضع الشيء في غير موضعه فهذا يتصور طيب إذن في الأول يبقى محال عقلا وفي الثاني محال شرعا هذا قال الآخر يغذر لمن يشاء ويعذب من يشاء فممكن يعذب الأنبياء هو تعالى وعد بأنه يدخلهم الجنة ويثيبهم وذلك قلنا هذا مرتبط بالعقل يمكن يكون جائز عقلا وغير جائز شرعا لأن العقل هو الذي يحكم بصحته ضرورة أنه لا يلزم من فرض وجوده محال يعني لو أنه حصل وعذب الملائك أو عذب الأنبياء هل يترتب على ذلك محال لا والشرع لا يصح بذلك يعني أي أخبر الشرع ليس بتعذيب المضيع وإنما بتنعيمه والذي ورد في الشرع هو تعذيب العاص لا إيه لأنه إنما أخبر بتنعيمه على سبيل التفضل لماذا قال على سبيل التفضل يعني لأنه لا يجب على الله تعالى الثواب والعقل فإن يثب فبمحض الفضل ما يصح في العقل وجود أي وجود أفراده بمنزلة الفصل خرج به المحال فإنه لا يصح وجود أفراده كالشريك والولد والنقائص كما تقدم وعدمه أي عدم أفراده كذواتنا وصفاتنا الوجودية والنفسية والسلبية والمعنوية خرج به أيضا الواجب فإنه لا يصح عدم أفراده كذات الله تعالى وصفاته الوجودية والنفسية والسلبية والمعنوية بل هي واجبة الوجود لنفسها ولموضوعها يعني للذات الإلهي ولما كان الجائز ينقسم إلى بسمين ضروري ونظري وأن الضروري ما يدرك العقل بلا تأمل أشار إليه ممثلا بقوله هنا جاءنا بأمثلة الجائز يعني الموت جائز أن نموت اليوم أو غدا أو قبل اليوم أو بعد الغد كل جائز لا شك في ذكر ما ذكر بالمشاهدة فإن العقل يدرك هذا المعنى من غير تأمل ولا نظر ولهذا سمي الجائز للضروري أحيانا الله تعالى على الإيمان والإسلام والإحسان ليه يبأ أحيانا عشان ذكر الموت كموت الواحد من اليوم أو غدا فقال أحيانا الله تعالى على الإيمان والإسلام والإحسان شوف هنا رجل صوفي لأنه ذكر الإحسان لم يكتفي به كثير قلت اللهم أمتنا على الإسلام والإيمان هل رأيث أحدا يقول والإحسان هذا رجل من أهل البصيرة فذكر الإحسان وأماتنا الله كذلك يعني على الإيمان والإسلام والإحسان بجاه محمد صلى الله وسلم واسمه الرحيم الرحمن يعني هذا توسل بالنبي صلى الله ومأسماء الله تعالى الرحيم هذا الضروري والنظر ما يدركه العقل بعد التأمل والنظر كتعذيب المطيع الذي لم يعص الله تعالى ضرفة عين قط يعني العقل يحكم بجواز ذلك لم يعص الله أبدا لأنه تعالى يتصرف في ملكه كيف فإن العقل يحكم بصحة هذا المعنى لكن بعد التأمل والنظر لهذا سمع جائز نظري وأما الشرع فلا يصحح ذلك يعني هذا لا يجوز شرع لأنه يعد كذبا لأنه إنما أخبر بتنعيمه على سبيل التفضل كما تقدم فقد اتضح لك أن هذه الأقسام الثلاثة ينقسم كل واحد منها إلى قسمين ضروري ونظري وبحسب ذلك كان مجموع أقسام ستة من ضرب ثلاثة في اثنين ثلاثة ليه الواجب والمستحيل والإيه والجال في اثنين يعني في ضروري ونظري فتكون ستة وقد اقتصر في العقيدة على أن مثل لكل واحد من الأقسام الثلاثة بالضروري من قسيميه طلبا للإيضاح لأن لا يتشغب بالتمثيل ما لا يدرك العقل حكمه إلا بعد التأمل إنما تعرض المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في أصل العقيدة لشرح الواجب والمستحيل والجائز دون الوجوب والاستحالة والجواز جوابنا على السؤال هذا يعني لماذا عرف الواجب عرف الواجب ولم يعرف الوجوب أو عرف المستحيل ولم يعرف الاستحالة أو عرف الجائز ولم يعرف ليه لاستلزام تصورها تصور مصادرها لأنه إذا عرف المشتق أن الواجب هذا المشتق من الوجوب والجائز من الجواز والمستحيل فهذا يؤذم بتعريف المشتق منه يعني لأنه يلزم من تعريفها تعريف مصادرها لأنه معرفة الأخص تستلزم معرفة الأعمل بخلاف العكس سؤال ثاني لماذا قدم الواجب يعني أو المعرف عرف الواجب قدم الواجب لشرف وعقبه يعني بعد المستحيل لأنه ضد لأن الضد يفهم من الضد يفهم منه وأخر الجائز لأنه شبه مركب منهما يعني كان الجائز بأجمع بينهما فأخره وعلم وعلم تقسيم هذه الأقسام الثلاثة إلى ضروري ونظري هو بحسب إجراء الله العادة يا ربنا خلق فينا العلوم ضرورية أو نظرية فلأجل هذا قسمنا الثلاثة إلى ضروري وإلى بعض العلوم ضروري وبعضها نظري إن هل كل العلوم ضرورية لو كانت العلوم ضرورية كلها لكان الناس كلهم علماء ولو كانت كلها نظرية محد إذا العلوم منها ضروري ومنها ونتوصل إلى الضروري إلى النظر بالضروري يعني أول نبدأ بالضروريات بعد أن نصل إلى النظر يعني يكمل بعضها ضروري وبعضها نظري ويجوز بالإجماع أن تصير كلها ضرورية بمعنى إن ربنا يخلق فيك علم لدني أو كشف فتعرف كل شيء فيجوز بغير تعلم والنظري عاوز استدلال وعاوز تعليم فيجوز الله أن يخلق فيك علما ضروري يتقرأ وتكتب وتعرف الأشياء كلها من جر تعليم يعني العلم الضروري زي كأنك تدرك وجود نفسك الأشياء الضرورية التي لا تحتاج إلى أدلة أو إلى نظر فتسمى ضرورية فيجوز أن العلوم كلها تكون ضرورية لكن هي الأصل أن بعض العلوم ضرورية وبعدها نظر ممكن تكون كلها ضرورية ممكن وإنما الخلاف في عكسه يعني لا يجوز أن تكون كلها نظرية ومنهم من جوز ذلك لأنه قال كلها متماثلة فما جاز على أحد المثلين يجوز على الآخر مدامة بعضها ضروري وبعضها نظرية إذا كان يمكن تكون كلها إيه إذا هم اتفقوا على أن العلوم النظرية كلها منك ربنا حاولها إيه لكن اختلفوا في العكس في السؤال هنا يجوز بالإجماع أن تكون كل العلوم ضرورية واختلفوا هل يجوز أن تكون كلها هذا هو اللي فيه الخلاف فمن جعل العقل هو العلوم الضرورية أو ملزوما لها منع أن تكون كلها نظرية ومن قال إن العقل ليس نفس العلوم الضرورية ولا ملزوما لها جوز يعني جوز أن تكون العلوم كلها نظرية وأعلم أن هذه الثلاثة الأقسام هي الثلاثة اللي الواجب والمستحير هي نفس العقل عند إمام الحرمين وجماعة إمام الحرمين الوامين عبد الملك الجويني شيخ الإمام الغزالي قال الثلاثة دي معرفتها هي العقل فمن لم يعرفها فليس بعاقل يعني ما يعرفش الواجب والجائل والمستحيل لا يكون في العقلاء وإن عرف الهندسة والضب والكيمياء والسياسة والفلاحة العقل العقل هو أن يعرفه الثلاثة بدليل أن الإنسان إذا أوصى بثلس ماله للعقلاء فإنه يصرف لمن عرف هذه الثلاثة فهنيئا لكم أديكم عرفتم بس من الذي سيوصي لكم بثلس ماله هيهات هيهات لما توعدون ممكن واحد يعني يكون من العقلاء فيوصي لكن هل رأيتم أحدا فعل هذا بس ممكن أديكم سمعت افعل انت اوصي بنصف مالك للعقلاء والنصف الآخر للميانين واعلم أن الحركة والسكون يصح التمثيل بهما لأقسام الثلاثة يعني ممكن تمثل الحركة والسكون للثلاثة قال الواجب ثبوت أحدهما لا بعينه يعني الجرم إما متحرك إما ساكن دواجب والمستحيل نفيوهما عروه عنهما واجتماعهما في محل واحد والجائز ثبوت أحدهما بالخصوص ينفع تمثل بمثال واحد للثلاث خاتمة ونسأل الله حسنها من المقرر عندهم هو بيقول خاتمة يعني خاتمة المبحث يعني ونسأل الله حسنها يعني حسن خاتمتنا وليس حسن هذه الخاتمة هذا يسمى في البلاغ استخدام يعني يطلق اللفظ بمعنى ويعيد الضمير بمعنى آخر من المقرر عندهم أن الوجوب والإمكان والامتناء اعتبارات عقلية وليست من قبيل الجوهر ولا من قبيل العرب يعني مثلا أعلى حاجة في الأجناس الجوهر اللي فوق اللي فوق الجوهر يعني أعلى حاجة مثلا لو نبدأ بالإنسان أمثلك بالشجرة بتاعت الشجرة المرسومة في المنطقة اسمها شجرة من نسيت الاسم موجودة فيه شجرة كده مسمينا على اسم واحد فاليسوف مش عارفين منطقة الشجرة ما شجرة المدركات الذهنية يعني يعني حنمثل بالإنسان اللي هو النوع إنسان إيه اللي فوق الإنسان الجنس حيوان إيه اللي فوق الحيوان جسم نام إيه اللي فوق الجسم النامي جسم مطلق إيه اللي فوق الجسم المطلق الجوهر إيه اللي فوق الجوهر ما فيش أجناس الجوهر بسموه جنس الأجناس أعلى حال لأنه هو أصل المركبات طالما أن الجوهر هو أصل المركبات فيمتنع إطلاقه على الله تعالى لأنه ليس مركبا يبقى إذن فوق الجوهر إيه مثلا موجود أو حادث فوق الجوهر أو ممكن فالإمكان والحدوث والوجود من عوارض المهية وليس يدخل في المهية ينقلب يدخل في المهية الذي هو الذاتي والخارج عن المهية الذي هو العرضي والذي ليس داخل في المهية وليس خارج عنه هو النوع الواصدة إذن فما فوق الجوهر ده مش داخل في الماهية إذن ليس الوجود جنس خلاص وليس الإمكان جنسا وليس الحدوث لأن هذا من عوارض الماهية فإن الماهية تتعقل ثم يقال هل هي موجودة هل هي حادثة هل هي غير إلى آخره ولذلك أعلى حاجة هي الجوا وذلك هنا فيقول الوجوب والإمكان والامتنع ده اعتبارات عقلية وليست من قبيل الجوهر ولا من قبيل لأن لو كانت من قبيل الجوهر هل هي هتدخل فيه في الماهية فإن قلت إذا كانت هذه الأمور اعتبارات عقلية معدومة في الخارج فما معنى طولنا الله واجب وقديم وزيد ممكن حادث في الخارج واجتماع النقضين الممتنع في الخارج فالجواب كما قاله بعض المحققين معناه أن العقل إذا نسبه تعالى إلى الوجود الخارج حصل له معقول هو الوجوب والقدم وذلك قلنا الوجوب والقدم ده اعتبارات عقلية وليست أمور وجودية في الخارج وإذا نسب زيدا إلى الوجود الخارج حصل له معقول وهو الإمكان والحدوث وإذا نسب اجتماع الددين إلى الوجود الخارج حصل له ما أقول هو الامتناع يعني كل الصور الذهنية باعتبار الخارج نقول هذا ممكن هذا واجب هذا ممتنع إلى آخره ولما فرغ من الكلام على مواد ما تدور عليه مباحث علم الكلام هو الأقسام الثلاثة شرع الآن في ذكر باب حدوث العالم وإقامة البرهان القاطع عليه فقال فإذا عرفت هذا الموضوع الجديد اللي هو الكلام على حدوث العالم هذا يعتبر كل ما سبق تمهيد أول مبحث في علم الكلام هو حدوث العالم المقدمات اللي قبل اسمها تمهيدات أو مقدمات بيسموها الأمور العامة تمهيد للدخول في أول مسألة وهي مسألة هه حدوث العالم وده موضوع مهم جدا فنبدأ فيه إن شاء الله في الدرس القادم اللهم صلي أرض صلاة العالم أسعد مخلوق وعلى سلم على محمد وعلى آله وصمه وسلم على معلومات ونجا اشتركوا في القناة للمشاهدة للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر